يلا بسم الله الرحمن الرحيم نحل مع بعض كده بقى اسئلة الداتا علشان نشوف التطبيق العامل اللي بقى اللي احنا اخدناه ازاي بيجي فيه اسئلة وازاي نحل الاسئلة اللي اللي بتيجا علي عايزاكم تشاركو معايا مشان اللي هحل انتو اللي هتحلو انا بس اوضح لكم السؤال والمين ايديا اللي فيه تمام يلا مع بعض اول سؤال اول اول سؤال بيقول دكتور عبدالله في للكمرا اول سؤال اصممущ اصممو اصممو and an ambulatory unit ويعني فيها 4 departments وعايز يشوفوا الـ customer satisfaction من خلال انهم هيعملوا survey تمام فهو بيقول لك هنا بقى في سؤال which of the following which of the following survey methods provide the most reliable information. أنهي من دول من السامبل اللي هستخدمها في السيرفي هتديني معلومات أفضل أنه a random sample of 20% of annual discharge bare unit يعني قاجي bare unit على كل واحدة أو لكل قسم وأخذ منه 20% random sample ولا random sample of 5% of all annual discharge ولا أخذ 5% كrandom بتمثل 5% كل الأقسان 5% من المستشفى ككل ولا all discharge in January and July ولا all discharge of customer with last name beginning with the letter A to E إيه رأيكم هنا؟ أفضل sample عندي هنا إيه؟ طيب تمام أنتم بين A و B أنتم بين A و B A و B الاتنين random sample و random sample هي أفضل diamond sampling بتكون بتكون هي الrandom تمام؟ هي أفضل sampling عشان أنه الريزلت أقدر أنا أعممها أو generalize the result to all population فأفضل sampling هي الrandom و A و B الاتنين random حلوين بس أنهي بقى أفضل بقى A ولا B A بيقولي أنا هاخد 20% من كل وحدة و B بيقولي هاخد 5% بس من المستشفى كلها ككل أنهي اللي فيهم بتعتبر big size sample size فيها أكبر which is the bigger أو which is the biggest أنهي أاخد 20% of per unit ولا 5% per organization بالزبط أنهي أاخد 20% sample من كل من كل قسمة على سبيل المثال مثلا لو أنا أخدتي من كل قسمة كل قسمة بيتردد عليه 100 patient وأنا أخدت 20% من كل قسمة يبقى من كل قسمة أنا أاخد 20 وأنا عندي أربع أقسام يبقى في الآخر sample size هي بقى 80 مصبوط أما لو أنا عندي أما لو أنا هياخد من 5% من من all annual desert هنا زي ما قلت لكم هنا مثلا هتبقى 80 لو 5% بقى من الكل ولو قلنا أن الأربع أقسام بيتردد عليهم كل قسم كل قسم 100 5% من كل الأقسام يعني ده هيعتبر كام هيعتبر تقريبا كام 20 آه 20 صح 5 هتبقى 20 هتبقى 5 من كل قسم والأربع في خمسة بأنهم أربع أقسام يبقى بالضبط دي هتبقى 20 وهنا 8 أنهي أكبر أنهي أكبر سامبل طبعا الأكبر هي 8 فأنا هاختار السامبل اللي يكون فيها the biggest سامبل سايز اللي فيها أكبر عدد من السامبل هي هتكون أفضل من إن أنا أأخذ السامبل سايز مظبوط طيب حد يقول لي بقى أمالي اللي مكتوبة في ساي دي at all discharges in January and July هنا السامبل دي بتمثل إيه دي اللي خدناها في أنواع السامبل اسمها إيه لما أقول كل الزيارات اللي جاتني في يناير وجولاي دي بسمها إيه برافو عليكم دي اللي هي convenience ده تعريف اللي هي convenience والconvenience دي من أنواع non-probability سامبل تمام برضو all discharges اللي هي with a last name beginning with letter A to E دي برضو ممكن أن أنا أعتبرها برضو هي كمان convenience لأن هي مش هتمثل كل الpopulation يبقى إذن دي non-probability سامبل non-probability برافو مفهوم السؤال طيب number two بيقول لي والسؤال ده بييجي دايما في الامتحانات يعني السؤال ده مهم Joe Smith wants to study patient satisfaction in his institution but want us to get the largest group possible so he conducts his study in the local mall راح مول وعمل الدراسة بتاعته عشان يشوف patient satisfaction his study might be criticized الدراسة دي ممكن أنه تنتقد not only for reaching individuals who are not patients but also that it's الدراسة دي هننتقدها لأنه الدراسة دي ما هو ما راحش للإنديفيدوال اللي هما أصلا patients وفي نفس الوقت أي كمان أي الحاجة التانية اللي ممكن أنتقد الدراسة دي بسبب أن هي capitated ولا non-randomized ولا randomized السؤال الأولي يا دكتور إيمان قلنا إجابته إيه إجابته إيه اللي هي أنه أنا هاخد العشرين في المية دي فهتبقى large sample size السؤال التاني الدراسة اللي راح عملها ديت راح عملها في مول في مول معين هل الناس اللي في المول دولت هما patient لما هم مش patient الحاجة التانية إيه إن هي إيه إن هي not non-randomized إن هي non-randomized إن الدراسة دي أو sample اللي أخدها دي خد sample من مجموعة من ناس موجودين في مول محدد يبقى الدراسة هنا ما هياش random الدراسة هنا ما هياش randomize capitated ديت يعني إحنا خدنا الcapitation دوت كان نظام في re-emborsement في re-emborsement اللي هو نظام الدفع في re-emborsement إنما المقصود بيه هنا حاجة ما هياش حاجة تابعة sampling يعني ما اخدناش حاجة في sample اسمها capitated يبقى احنا بنختار الإجابة اللي هي آه دي تابعة الانشور بنختار الإجابة اللي بنتكلم عليها ممكن يجيب لها أي مصطلح على أساس أن انت مش عارف معنى المصطلحات يعني فهي الدراسة هنا not randomize لأن لازم تكون الدراسة دي random علشان تعبر عن كل population أي sample أنا بعمله لازم تبقى random علشان تعبر كل population اللي أنا بعمل الدراسة عليهم هنا الدراسة non randomized يبقى هنا non randomized ok b تمام ok واضح طيب number three walter chewart walter chewart's causes of variation led him to develop methodology to charts the process adequately determine when a process is out of control this ongoing measurement and analysis is known as لما قول الprocess اللي عندي دي بادرس واشوف هي under control ولا out of control ده ال ongoing measurement دوات أنا سمي statistical process control specie ولا root cause analysis ولا femia ولا total quality management بالزبط statistical process control statistical process control لما قولي ان الprocess under statistical control يبقى معناها ان انا مفيش عندي لما قول ان هو under control يبقى مفيش عندي special cause variation الspecial cause الspecial cause no special cause variation لانه لما قولي ان انا وصلت statistical control او انه وصلت بان الشاشة واضح ان ان ات عندك وحش يراني اخرجي ويدخلي تاني يبقى معناها ان انا بقول ان الprocess under control يعني مفيش special cause variation ولكن ممكن يكون عندي common cause يعني ممكن common cause تكون موجودة والprocess under control مفيش مشكلة انما الspecial cause لو موجود يبقى process out of control تمام الشاشة واضحة يا جماعة للزملاء كلهم واضحة طيب اوكي مش اعيد شرح ايه انا هنا في السؤال ده كنت بقول حاجة واحدة انه لما بيكلمني على methodology او الحاجة اللي انا بستخدمها يا رانيا الفيديو بيفتح حمد كل شوية يا رانيا لما اقول ان الprocess هنا under control او out of control فانا ببص لل statistical process control تمام اه وبقول لكم ان لو الprocess اللي عندي فيها اي special cause variation فمعناها كده ان هي out control لو ما فيهاش اي special cause variation واللي فيها كلهم common cause يبقى هي under control number four when incorporating lean thinking into process improvement the quality professional teaches the team 2 a وانا بعمل lean thinking فانا هركز على اي identify supplier and their inputs ولا focus on special cause variation ولا consider the system structure ولا identify and eliminate wasteful steps لما يكون بيكلمني على lean انا في lean هركز على اي اي مين اللي اختر C ركز يا دكتور انا في lean بنركز على اي removal او elimination of waste بالضبط اول ما تشوف lean على طول تيجي في بالك elimination of waste اوكي number five in statistical process control it's important first to اي بيقولك عشان اوصل للprocess ان هي تبقى statistical control يبقى اول حاجة انا هعمل eliminate assign ومعنى assign واتخدناها في التعريفات ان هو ال special cause ولا eliminate random cause of variation وبرضو في التعريفات قلنا ال random ده تعريف common cause ولا prioritize causes of variation ولا eliminate all causes of variation عشان اوصل ان ال process تبقى under statistical control هعمل ايه ال special cause بس ولا all causes of variation مين الشاطر اللي هيقول لي يعني ما فيش حد عايز اختار دي ايوة تعالى كده ايوة انا مستنياك تختار لي دي والوجان bravo عليكم bravo عليكم اللي اخترت دي احييكم غلط غلط ايه ده ايوة شاطر يا راضي غلط دي خالص ازاي جماعة انا قلتلكم ان common cause variation وانا بشرح انا ما بعمل لاش elimination انما common cause بنعمل لها ايه اه improvement bravo عليكم اعمل لها improvement اعمل لها reduction انما common causes دي اصلا اسباب chronic في البروزيس عندي وانا مش هارف ان انا اعمل لها elimination يبقى مش اختار ان انا اعمل elimination ل all causes of variation لا انا بعمل elimination special causes بس اللي هي ال assignable cause هي اللي بعمل لها elimination اما common cause بعمل لها improvement او واضح يا جماعة اوكي واضح يا لوجان واضح يا هاني لا اللي بين الاقواس انا اللي كتبها لكم علشان اوضح لكم ان ده تعريفات common cause والspecial cause زي ما قلت لكم نحفظ ايه اللي ما فهمتوش يا دكتور ايمان انت ذكرتي اصلا ال data analysis ولا ما ذكرتهاش انا في الشرح قلت ان الspecial cause لازم اعمل لها elimination عشان اخلي ال process تكون under statistical control عشان ال process تكون under control لازم اعمل وخاصة يعني هي ايه لو negative كمان ولو positive انا برضو لازم اعمل لها روت كوز انا لساس برضو علشان ان انا اشوف لكن هو هنا بيكلمك يعني غالبا على الحاجات اللي هي يعني تمام فهو هنا احنا قلنا انا بعمل لها بس اللي هي الاسباب دي انا ما بعرفش ان انا اشيلها خالص بعمل لها بس ايه improvement اما ال special cause لازم ان احنا نعمل لها elimination ده ده فكرة السواء تمام خلاص فهمتي كده number six when common cause process variation is identified the goal of quality improvement is to a برضو هنا يا دكتور ايمان هاي نفس الفكرة بيقولك انت عندك common causes يبقى لما يكون عندك common cause هتعمل لها elimination ولا improvement promote compliance with established procedure or protocol eliminate the variation improve practitioner competency reduce variation sufficiently to produce stability improve برافع عليك هنا بقى عشان يا لغبطك جايب لك improve مكتوبة فين خلق شوف كتب لك هنا هو improve ولكن كمل كده السؤال اللي اختار C كمل كده السؤال improve practitioner competency هو ده اللي انت بتعملها عشان توصل لل process ان هي under statistical control ولا reduce variation to produce stability ما لقلتلكم improve or reduce ل common cause انت مش اول ما تشوف كلمة improve تختارها على طول لا ما هو هنا بيلعب بالالفاظ ايه رج جملة كده الاخيرة هل هنا بيقولك improve common cause variation ولا improve لل process ولا improve لل Practition competency يعني كفاءة الاطباء ايه دخل كفاءة الاطباء عندي هنا وهو بيكلمني عن process فيها common cause وما كلمنيش اصلا هو ايه اصلا common cause ده عشان اتكلم على competency صح ولا ايه ما تتصرعوش يا جماعة في الاجابات دكتور عبدالله دكتور دكتور ياسر ما تتصرعوش في الاجابات ايه الاجابة كاملة يبقى انا هعمل ايه لل common cause هعمل improvement or reduction يبقى هنا reduce variation sufficiently تمام واضح number 7 special cause variation special cause variation is to the process يعني هنا هو بيسألك على تعريفات او انهي من دول من ال statement اللي هي عبارة كاملة او صحيحة كلها عن ال special cause قولوا معايا كده ال random ده special ولا common عشان نرجع انتو حافظين التعريفات ولا لا ال special ده random ولا common common طيب extrinsic يبقى كده common cause طلعنا يبقى ايه غلب طيب extrinsic special طيب outlayer برضو special طيب assignable assignable special طيب intrinsic والnoise common ال intrinsic common والnoise برضو متعريفات ال common طيب random برضو random من common من common من 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 برضو يبقى فين الاجابة الصحيحة اللي هي كلها تحت التعريفات ال special برافو برافو عليكو بريتو 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 على طول يبادر ايه اول ما شاكراً بريتو 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 ها ايه او دي هو جاب لك بريتو بريتو بروسس إشوز. طيب هي ليه ما نختارش دي بروسس إشوز؟ لأن أي بيشنط أو إشوز أو أي مشاكل أنا في الآخر هترجع لأن البروسس إشو يبقى دايما البروسس إشو هي الإجابة الأشمل والأعم دايما لما يجي لك حاجة عن البيشنط أو الأو إتقام وحاجة تانية عن البروسس فإنت تختار الإجابة فيها البروسس لأنه إنت أي مشكلة هتخص البيشنط أو إتقام لما تيجي تدور وتبحث فيها يكون عندك مشكلة فيه السيستم أو البروسس تمام؟ طب نمبر ناين. common causes common causes of problems in process refers to common causes دايما مالها one time situation ولا temporary situation ولا acute situation ولا chronic situation من تعرفات common causes إيه؟ بقيت الناس ياريت اللي مفتوح عنده فيديو يا جماعة يقفل والله يبتشتتوني اللي بيدخل وتلاقي الكاميرا عنده مفتوحة بتبغز عندي الشاشة بالزبط chronic situation هتبقى دي chronic situation يبقى common causes بيكون أما one time situation دوت يعني معناها acute والأكيوت أو one time ده أو temporary situation كل دي تعرفات ال special causes برضو نعرفها شان لو جات لنا جالنا أكلمني one time يبقى أعرف إن ده ال special cause temporary situation برضو special cause أوكي نمبر 10 which of the following may be considered examples of discrete data أو discrete variable أمثلة لل discrete variables الheight and weight ده بيعتبر continuous ولا non-continuous ما هو discrete ده لهو non-continuous non-continuous الheight will weight the continuous ولا non-continuous continuous برافو عليكم لأنه بيقبل الدسمال أو يقبل الأرقام العشرية community acquired and the new zucomial infection rates rates الrates ديات continuous ولا non-continuous الrate continuous الrates continuous الrate لما جهس بأي rate بيكون continuous طيب ال-surgical or emergency department response time response time ال-time ده تبع continuous ولا non-continuous ال-time برضو ايه continuous وصل لأنه بيقبل رقم عشرية طيب دي بقى patient visits in the months of May and June patient visits عدد زيارات المريض هل دي ينفع أن يكون فيها رقم عشر ال-patient visits لا يبقى patient visits ايه non-continuous اللي هي discrete أو data اللي هي اللي هي تبع الإجابة دي تمام يا جماعة طيب number 11 the method of ordering data by listing all possible values and all individuals receiving each value is called يعني بيقول لك أن أنت الطريقة هتجمع فيها data ordering data يعني ترتيب للdata أنت هتحط كل possible values اللي عندك هنا كل القيم اللي عندك و all individuals receiving each value وعدد الناس اللي هيخدوا كل القيمة يعني مثلا القيمة الأولى مثلا 2, 4, 6, 8 لو مثلا بقول مثلا درجات امتحان رقم 2 مثلا اللي جابوا خمسة هنا 6 هنا 3 هنا 4 دي بتعبر عن ايه كده لما أنا أكتب كده all possible value وال all individual طب الحمد لله يا راضي ما تقلقوش يا جماعة أنا بقول لكم كلمة وانتو في الآخر بعد الامتحان هتقولولي الكلمة دي برضو انتو هتسمعوا صوتي في الامتحان وهتسمعوا ترجمة الأسئلة في الامتحان بصوتي وكل الناس اللي اختبروا معنا قالوا لي نفس الكلام دي يعني انتم برضو لما تقلقوا وقت الاختبار هتلاقوا انتم بتكرقوا السؤال بصوتي أنا فما تقلقوش خالص من موضوع تفسير السؤال ده تمام طيب هنا ده بيعبر عن ايه the range ولا the standard deviation ولا simple frequency distribution ولا grouped frequency distribution برافو عليكو simple frequency distribution لانه هو ما قاليش ان انا عندي wide range of values عشان ان انا حطها في group frequency distribution ما جابليش سير يبقى ازا بيكلمني على simple frequency distribution تمام طيب number 12 ركزوا معايا بقفزوا number 12 ده number 12 بيقول لي what percent of the total units طيب and cross match it for january was wasted اول حاجة اول ما نشوف كده هو table قدامنا قبل ما بصت على السؤال اجيب ال table ده كده كده كواحد بقى جوداجي كده اجيب ال table واعمل له interpretation ال table ده بيتكلم عن ايه بيقول لي ال table دوت ان هو بيتكلم عن blood utilization summary في في جانيوري وفبراوري ومارش وبيقولك في جانيوري اه يعني عدد الوحدات اللي خرجت عندي من بنك الدم سيري هندرد ايتي وان والسيري هندرد ايتي وان ده بقى متقسمة هي دي اللي متقسمة ليه سيري هندرد سيكستي ويه ويه توني وان السيري هندرد سيكستي ده اليونتس اللي هي اتخذت حصل لها انفيوجن او انفيوجن ويه اليونتس التانية اللي هي الـ 21 دولت اللي هما كانوا اللي حصل فيهم اهضار او ان هما ويستد تمام بعد كده اللي هما سيري هندرد سيكستي دول اللي هما حصل لهم انفيوجن اسمهولي بعد كده ليه سيري هندرد ففتي كانوا باكدسل و تن منهم و تن تانيين كانوا هول بلاد اوكي كده الجدول التابل كده واضح عملتول هنا في جنيوري وفبروري ومارش اما يجي يسألني بقى عايز النسبة اللي هي حصل فيها ويستد وبشهر ايه في شهر جنيور تعالوا في جنيور عدد الويستد قد ايه في جنيور الينتس الويستد هم 21 طب 21 هو عايز ان انتوا تحسبلوا النسبة البرسنت هتقسمها على ايه بقى على 300 60 وعلى 381 هقسمها على الكل اللي هو الويستد من الكل اللي خرج ولا من اللي حصل لهم فيوجن بس ايه وعلى كل لانه هو قال لك ان كل الوحدات اللي خرج 381 منهم 360 اتخذوا 21 اتراموا يبقى انا اقسم 21 اللي اتراموا على كل اللي خرج عشان اشوف نسبة الاهضار اللي عندي قد ايه بالزبط اقسمها على التوتل يبقى اقول 21 divided by 381 وهضربها في 100 هتطلع كام ايوه هتطلع بالزبط بي اللي هي 5.5 تمام اوكي طيب نمبر 14 نفس السؤال وبيقول لي بقى ايه هنا يعني بيقول لي الوحدات اللي حصل لها في ايه ده ثانية واحدة الوحدات اللي هي حصل لها نمبر 13 احنا في نمبر 13 مظبوط ايه في نمبر 13 تعال بقى هتلي كمية الوحدات اللي هي انفوز في مارش تعال مارش اخوات فين الانفوز انفوز في مارش قد ايه اهم 384 ده اللي حصل لهم انفوز طيب والوست قد ايه 38 يبقى انا هاسم هو عايز يبقى يقول اللي حصل لهم انفوز 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 ايه هاسم ال 384 اللي هم الانفوز ده على ايه على التوتل يعني نفس ما انا كنت عايز احسب الوست في جنيوري اسم الوست على التوتل هنا برضو عايز الانفوز يبقى اسمها برضو على التوتل يبقى هتبقى 384 divided by 422 تمام هتطلع كام هتطلع 91% ايه 91% ايه طيب طيب number 14 number 14 وبيقول what percent of total units infused in much where whole blood تعال بقى لنسبة الوحدات اللي حصل long infusion في مارش ولكن انا عايزها تحت بتندرك تحت الwhole blood مش احنا قسمنا ال الفيوز اللي عندي كلها هيت في مارش ال الفيوز دي كانت كام الفيوز 384 وكانت متقسمة ل 83 لا متقسمة ل 369 كانت و 15 كانت whole blood عايز بقى نسبة الwhole blood قد ايه اه في مسموح على حزبة في الامتحان وفي نفس الوقت عسئلة الامتحان اصلا بتبع حسابات مباشرة ما بتبعاش محتاجة على حزبة يعني اه نسبة الwhole blood قد ايه 15 هقسمها على كام بقى ال 15 هنقسمة هنقسمها على كام بالزبط على 384 اللي هي total units infused بالزبط هتبقى C هتبقى C اللي هي 4 pairs اوكي مفهومة طيب بيقول لي what is the ratio of units wasted to total units typed and cross matched in february تعال بقى هنا بيقول لي هتلي الratio والratio زيها زي blood pressure كده بتبقى قيم ما بنقربهاش لأقرب عدد بنسبها زي ما هي لعنما يقول مثلا السيستوليك على الديستوليك 120 على 80 مش هكي أقربها لا أسيبها زي ما هي كده فالratio زي الرشو بتاعت الميل زي على الفيميل برضو الرشو بتكون رقم سابت زي ما هو بيقول لك هتلي الرشو للunits wasted to total units typed and cross matched in february تعال كده في february february عايز الرشو الunits wasted قد اي في february الwaisted قد اي الwaisted 13 على total typed and cross matched قد اي هو 300 يبقى 13 على 300 بالزبط 13 على 300 ونسيبها زي ما هي كده زي ما هي مكتوبة في بي تمام اوكي طيب السؤال رقم 14 اي اللي مش فاهمينه فيه بيقول لي عايز total units infused in march where whole plot march هيت total units infused كانوا 384 وبعد كده هو مقسمهملي لانه هما جزء total backed 369 و 15 كانوا whole plot تمام فبعد كده هو بيقولك عايز نسبة whole plot يبقى 15 مقسمة على total total اللي هو 384 طب ليه ما سنعيش على total اللي هو 422 ليه لانه هو محدد لي percent of total units infused total infused بالضبط هو محدد لي total infused جزء اللي من total infused لل whole blood قد اي زي نفس استوال لو جاب لي total units infused ولكن بدل whole blood كتب لي back the cell نسبة back the cell قد اي هشوف نسبة back the cell 369 واحسب على نسبة total infused تمام واضحة كده ولا لانه حدد لك هنا infused ما قالك ايش total typed and cross matched لا حدد لك infused واضح تمام طيب number 16 based on accuracy review of data which aspect of blood utilization would you recommend the first for further investigation طيب احنا شفنا هنا total units infused and wasted and whole blood and he قسم فيهم ممكن اللي انت تحتاج انت تعمله further investigation or review type and cross matching ولا wasted ولا single unit transfusion ولا use for blood bravo عليك bravo عليك وهي wasted لان هي اللي فيها الاهضار الاهضار دي الحاجة اللي فيها مشكلة لازم ان انا راجعها اتبع ده غير ان فعلا الوست بتزيد اه الوست ده ايت شايفنا ان هي بتزيد ما علينا هي كانت بتزيد ولا ما بتزيد شي المهم ان هي units wasted اللي فيها اهضار دي لحاجة اللي بتمثل عندي problem تمام طيب number number 17 خلاص كده يا جماعة السؤال ده كده خلصنا number 17 when data has a range when data has a range of values between lowest and highest يعني عندي هنا ويد range ما بين highest وال lowest value that's wide but you wanted to rank or order them it's best to use a طب انا عايزة عمل long ranking هنا بقى هستخدم ايه يا انعام الكاميرا عندك بتفتح يا حبيبتي كل شوية كل شوية الفيديو عندك بيفتح take care please take care يا انعام هنا line graph ولا simple frequency distribution ولا group frequency distribution ولا cumulative frequency distribution هنستخدم ايه هنا في حالة بقى عندي wide range بالضبط group frequency distribution حطوهم بقى في groups group frequency distribution طيب number 18 the average between the highest and the lowest measures is ايه ال-average ما بين ال-highest وال-lowest هو ده تعريف ايه كاول ما نشوف كلمة average دي انت بكرنا بايه average دي اول ما نشوف هنفتكر ايه لا مش ال-range خلي بالكم هو هنا ما بيقولكش the difference خلي بالكم هنا فيه فرق كلمة واحدة غير الاجابة كلمة average يعني متوسط وبيقولك عايز المتوسط ما بين ال-highest وال-lowest متوسط يبقى المين اما لو كان بتل ال-average كتبلي the difference between the highest and the lowest في حالة ال-difference هنا كان هيكون بيكلمني عن ايه عن ال-range تمام يا جماعة يبقى the difference يبقى بيقولك اترحلي ال-highest وال-lowest يبقى ال-range اما the average average دي يعني متوسط اول ما نشوف average على طول يبقى ازا بيكلمني عن مين ازا ال-date اللي عندي ديت ايه continuous او اللي هي normally distributed date يبقى هنا تبقى مين تمام number 19 what is the total n جايب لك هنا قيم وبيقولك عايز total n والtotal n ده هنا مقصود به انه هو total population عدد ال-population اللي عندك دولة وده مش سؤال امتحاني يعني ده سؤال تدريب على ازاي حسابة المين والمود والميدين وكده ال-n دوت هو total number قولوه هنا total number كام 1 2 3 4 5 في ثلاثة يبقى كام 15 15 براق 15 يبقى هنا ال-n بيساوي 15 اللي هو total number طيب what is the range of values هي range يعني ايه difference between highest وال lowest اطرح اعلى قيمة ناقص اصغر قيمة ايه اللي مافهمتاش يا راضي هو بيقولك انا عايز ال-n ايه وال-n ده يعني total number عدد الناس اللي عندك او عدد القيم اللي عندك مش مجموعهم عددهم وهم عندي 15 كيمة 15 كيمة عندك ايه تمام طيب طيب ال-range قلنا ال-range اللي هو هطرح الكبيرة ناقص الصغيرة يبقى الكبيرة 19 minus 4 هتبقى equal كام برضو 15 15 ايه اكبر قيمة هي 19 واصغر قيمة عندي هي الفور يبقى الرينج تمام طيب what is the arithmetic mean طب المين بقى كانت القعدة بتاعت المين ايه يا جماعة مم مم مجموعهم على عددهم مجموعهم على عددهم تعالوا كده نجمع القيم ديت كلها كده اجمعوا لي الفور بلاس فايف بلاس سيكس بلاس ات مجموعهم كلهم على عددهم مجموعهم هيطلع وان هوندرد ففتي وعلى عددهم اللي هي لان عدد القيم كام اللي هي ففتين العدد اللي احنا جبناه اول سؤال يبقى وان هوندرد ففتي ديفايدد باي ففتين هتطلع كام بالزبط هتطلع تان اللي هي بي طيب what is the mood المود قولنا اللي هو ايه المود بجيبه ازاي most frequent برافو الاكتر تكرارا اكتر رقم اتكرر عندي كام الخمسة اتكراريت مرتين التمانية تلات مرات اللي اتناشر مرت ايه يبقى لتكرار التلات مرات هي ايوة التمانية يبقى ايت برافو عليكم هارفتوا ازاي بنحسب الحاجات دي؟ المين والميدين والمود والحاجات دي؟ رايب تعالوا بقى حتى لسه فاضل للميدين الميدين القعدة بتاعته ايه؟ برافو عليك يا مهند مهند دلوقتي برضو لفت انتباهكم لنقطة ممكن ناس كتير يخفلوها ان دايما اول ما اللي قولي احسبلي الميدين اول حاجة هعمل هتأكد ان الاركام اللي عندي مترتبة سواء ترتيب تصاعدي او تنازلي لازم الاول انهم مترتبين الاركام اللي عندنا مترتبة ولا مش مترتبة مترتبة اهي مترتب من الاصغر للاكبر يبقى طبق بقى في القعدة ان بلاس وان ديفايد باي تو ان كام اللي هو عددهم كام ففتين بلاس وان على تو يبقى كام ان بلاس وان ففتين بلاس وان يبقى سكستين سكستين ديفايد تو يبقى كام هتبقى ايت بس هال ايت ده معناها رقم ايت ولا الاردر ايت ايوا البوزيشن ايت تعال بقى للرقم اللي ترتبه التامن فين ادي وان تو سري فور فايف سكس سيفن ايت اهو النامبر اللي ترتيبه ايت هيبقى ايه ناين هيبقى ناين تمام مفهوم يا جماعة السؤال الحسابي ده واضح واضح للجميع سبعة ونص ازاي انت مش تطر في جدول الدرب يا راودي روح نراجع على جدول الدرب ستاشر على اتنين فيها التمانية صح ولا ايه لا فيها تمانية يبقى البوزيشن 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 التامن ايوا ان بلاس وان مش ان على اتنين ان على اتنين خمستاشر على اتنين لا غلط غلط ان بلاس وان يعني بتضيف واحد تمام خلاص في امتاع طيب اوكي طيب نمبر 23 the most accurate measure describing the amount of variability in a distribution ايه ايه الحاجة اللي انا بقيت بيها الvariability الvariability انا بقيتها بايه بالvariance ولا الرينج ولا الstandard deviation ولا الdisperience ايه والstandard deviation برافو عليكم كلكم الstandard deviation الاسي اوكي 24 the rate of increase or decrease in total medication error over a six months period could best be displayed by the use of ايه اول حاجة هنا بيقول لي الrate الrate ده يعني معناها ان ال data ديت ايه الrate معناها ان ال data ايه الrate يبقى ال data ايه اول ما تشوف rate يبقى ال data continuous ما لازم اعرف نوع ال data عشان اعرف ايه اللي انا هاختار اول ملايك data اللي عندي continuous يبقى انا ما بين حاجة من تلاتة ايه التلاتة ال data display graphs اللي انا بستخدمهم في حالة ال continuous data يلا الهيستو جرام برافو ال run chart ال control chart يبقى انا ما لقى ال data continuous انا ما بين حاجة من التلاتة دول طيب امتى اختار الهيستو جرام وال run وال control لو قال لي هاعرض ال data دي over time يبقى over time افضل حاجة اعرضها على ال run او ال control لو قال لي ان انا بس هعمل لها screen shot او بس هعمل لها display مش over time مجرد display كده او عرض يبقى ال histogram هنا بيقول لي rate of increase or decrease in total medication over a six months over time اهي over six months يعني عايز يعرض لي data over time اهي over time هنا كاتب الشهور six months مثلا january february march abril كاتب الشهور وعرض ال data بقى عنده over time ده كده over time يبقى هنستخدم ايه هنا frequency polygon line graph bar graph cumulative frequency curve ايوة line graph اللي هو مقصود بي control or run chart تمام number 25 measurement and assessment activities by the local ambulatory surgery center indicate that monthly surgical site postoperative infection rate have increased over the past year a comparison of the local center the aggregated rate to the other surgery center in the same region for like procedure is best displayed by the use of A ركزوا بقى معايا في السؤال ده كده من فضلكم ركزوا معايا بص هنا هو بيقول لك انه هو as monthly surgical site postoperative infection rate ولاقاها ان هي increased over the past year لحد هنا ووقفنا كده يبقى هنا كان عرض ال data على ايه لما يقولي انا هاعرض الـ monthly data وـ over the past year بقى هنا عرضها على ايه ايه وران or control يعني line graph يبقى انا هنا عرضت ال data الخاصة بيه كorganization على line graph ولقيت ان في عندي monthly increase في الـ surgical site infection rate تمام؟ بعد كده انا عندي data بتقولي ان عندي في زيادة في الـ surgical site infection rate عايز اعمل بقى comparison مقارنة ما بيني وما بين مستشفى اخرى other surgery centers in the same region عايز اقارد بيني وما بين centers اخرى في الـ surgical site infection rate على سبيل المثال انا لقيت ان الـ surgical site infection rate عندي نسبته مثلاً مثلاً نسبته 70% وانا هنا الـ organization A فيه organization تانية اسمها B ولقيت ان النسبة بتاعتهم مثلاً كانت 60% ولا 50% و organization C كانت 50% فانا عايز اقارد اعمل comparison بيني وما بين 2 او 3 organization دول عشان اشوف هل انا كده وزن limit ولا انا معدية limit ولو انا معدية limit فانا ممكن اعمل benchmarking بيني وبينهم عشان احسن ادي ايه او اشوف ايه المشكلة اللي عندي فهنا بيقولك بقى هتستخدم انهي graph بدايةً كده انا عايز اقولكم انه قولولي بس عشان انا دايماً باطلق بقى ده الـ x ولا الـ y ده ده الـ x ولا الـ y الـ y صح ولا الـ x ها اخذ كلاه الـ x طيب انا ده هنا الـ x وده الـ y تمام دايماً الـ data اللي انا هكتبها على الـ x axis ده هي اللي هتحدد لي نوع الـ data ونوع الـ graph اللي انا هستخدمه انا هنا على الـ x axis تعالوا في السؤال اللي قبليه كده كنت انا على الـ x axis هنا كنت كاتب ايه كنت انا كاتب الـ months الشهور اللي عندي فالـ months ديه تعارض الـ data over time على الشهور فكان استخدمنا الـ line graph طيب هنا على الـ x axis انا كاتب ايه انا كاتب اسم الـ organization ايه و بي و سي طيب اسمها الـ organization دولت دي كده الـ data نوعها ايه continuous ولا non continuous يا انعام بالله عليك يا انعام الفيديو عندك بيفتح كل شوية الـ data الـ data هنا ايه بالضبط non continuous الـ data كده ديت عبارة عن descriptive data او data وصفية انا بوصفها فو بعمل comparison بيني وما بين الـ other organization اللي هنا هنستخدم ايه هنا بقى و الـ data non continuous اللي انا عرضها دي اما لايه هنون continuous يبقى عندي باي او بار او بار او باريتو صح؟ باي او بار او باريتو هنستخدم ايه بقى بار ولا باي ولا group the frequency ولا line graph برافو عليكم هنستخدم الـ bar chart هنستخدم الـ bar chart يبقى استخدمنا هنا بارت شورت في الـ comparison مش عشان comparison لا انا ممكن اعمل comparison ما بين نوعين من الـ data ويكونوا الـ 2 continuous واستخدم الـ run chart او control chart يبقى ما حد شي يقول لي اول ما اشوف comparison اختار الـ bar لا الـ comparison ممكن استخدم الـ line وممكن استخدم الـ bar ممكن استخدم الـ buy كمان في الـ comparison على حسب الـ data الـ data الاولانية اللي انا كنت عارض فيها الـ surgical site infection rate over time فانا كده عارضها على line graph بعد كده عايز اعمل مقارنة ما بيني وما بين organization تانية يبقى انا هكتب على الـ x-axis ايه هكتب عليه الـ x-axis اللي هو الـ الـ organization دي هو المقارنة اللي ما بيننا طيب انا كنت متوقعة السؤال ده طب ليه ما استخدمناش الـ buy chart ما هو ورده بيستخدم في الـ comparison هل ينفع استخدم الـ buy chart وانا عندي هنا not part of all الـ buy chart ده استخدمه لما اكون انا باعرض حاجة والحاجة ديت مجموعهم كلهم بيمثله 100% زي الـ satisfaction زي الـ population هنا وعد اقسمهم ايوه باستخدمه في حالة الـ proportions تمام؟ ايوه لو الـ department is in the same hospital وبقارن ممكن ما بينهم بربورشا لحاجة ممكن انا استخدم بايت شورت انما هنا لا فيه difference تمام يا جماعة؟ نمبر 26 you are setting up the data collection methodology for a study of certain impatient cardiac procedure of the following where might you look for most concise basic information يعني انت عايز انهي الحاجة اللي هتديك معلومات عن الـ procedures ديت الـ procedures او القطوات انهي اللي هتديك basic information او معلومات عنها المaster patient index المaster index اللي هو فيه معلومات عن كل المرضى اللي دخلوا المستشفى ولا الـ disease index اللي فيها معلومات عن الـ disease ولا surgical index ولا surgical log المفروض surgery index surgery index ولا surgical log برافو عليكم هي الـ surgery index اللي هي فيه معلومات عن كل المرضى امام؟ دانسي عامة عشان، ومشاركة فيذا توصيان امسان الا到底 فضل فعلا امام؟ 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 ام امام؟ امام؟ امام، امام؟ امام، امام؟ امام The called using the specialist امام؟ 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 امام طوات تقبيب العمل بص هو بيقولك هنا في السؤال ايه? انت عايزك ان انت تتحضر له quarterly summary وانت بتقارن ايه بقى? بتعمل comparing the cause of this as listed in the medical record was final autopsy finding. هتشوف autopsy finding اللي هي نتائج الطب الشرعي اللي هي عمل طب الشرعي لل unjustified this. فانت هنا بتدرس او بتعمل comparing لحالات اللي هي فيها this. يبقى هتروح تبحث في ايه? في كل المستر patient index اللي هو اسماء كل المرضى اللي داخلوا المستشفى ولا الحالات اللي حصل فيها this? ايالين? هتروح للمستر patient index لكل المرضى اللي داخل المستشفى ولا للحالات اللي حصل فيها this? ايو برافو يبقى بي this register. use the this register. تمام? هنستخدم this register. طيب number 29. ايه 28. management information system are designed to be information management system او software. احنا ايه صممنا او ايه او رحنا جبناه واستخدمناه علشان يساعدنا في ايه? design to be separate data source. افصل ال data source عن بعضها. ولا primary manual لازم يبقى manual من فاشي electronic. ولا use the decision making. يساعدني على decision making. ولا use the primary for long term data storage. اهم حاجة فيه information management system هو ايه? اهم حاجة فيه ايه يا عبدالله? اني بيساعدني في اتخاذ القرار. use the decision making. انا حتى ده خالص الهدف. الهدف هو decision making. وكمان ايه هو سؤال recall. وانما long term data storage. طب ما انت ممكن تعمل long term وتحتفظ بالملفات الوراقية اللي عندك وتحتفظ بيها لما لا نهاي. لا هي used in decision making اللي هو management information system. 29. in selecting software for quality improvement activities it's essential to A. اول ما نشوف software دي بيجي على دماغنا على طول ان software انا اصلا جايبه عشان integration. يبقى اول ما تشوف software كده. اول ما تشوف كلمة software على طول كده اربط في دماغك ايه integration. طيب هو it's essential to A بقى. involve all potential user in determining specification. ولا have information system stuff make the final decision. ولا have administration make the final decision. ولا trust potential vendors to draft specification. يعني انت عايز تختار software معين. فضروري ان انت تعمل ايه? قلنا عشان اختار software فلازم اعمل focus group with end user. يعني مع الناس اللي هم هيشتغلوا عليه. عشان يقولولي ايه requirements او ايه متطلباتهم في البرنامج ده. صح? اللي انا هستخدمه عشان اعمل integration. يبقى هتبقى ايه? it's essential to A involve. bravo involve all potential users اللي هم ال end user in determining specification. تمام? تبقى ايه? اوكي يا جماعة متفكين كلنا. طيب اه نمبر سيرتي. افوكس the review of every other case. seen in emergency department on june two is an example of which type of sampling? بيقولك انا هعمل review every other case. يعني مسلا اختار الكيس نمبر ون وبعدين اعدي نمبر two اختار three اعدي نمبر four واختار نمبر five وهكزا يبقى انا اخترت ايه اللي هو اني اعدي واحدة بس. لو انا اعدي اتنين يبقى اختار نمبر two وبعدها four وبعدها six وهكزا. ده اني نوع من انواع in you can go into simple sampling. non probability quota ولا stratified random ولا symptomatic random ولا non probability purp wert بزابت سيستماتيك راندم دكتا سيستماتيك راندم تمام براوه طب 31 in order to have the most direct access to data regarding patients in your organization along with analysis along with analysis and the report capability your computer system must be at least a الكمبيوتر سيستم بقى اللي عندك في الorganization عشان ان انت تحدد الaccess للداتا يكون ايه بقى personal computer with network link and your own database software ولا terminal networked to the mainframe ولا personal computer with statistical graphic and report generating software يعني يكون كل الطبيب عنده personal computer في عياته وعلي كمان statistical وجرافك وانه يقدر يحلل البيانات ويجمعها وكده ويعمل reportage وعليه software كمان خاص بالreporting ولا notebook computer that can go where you go notebook computer بقى رايح مع الاطباء في كل مكان مبدئيا اكيد النوت بوك دوت مستبعد صح؟ طيب terminal networked to the mainframe برضو لا طيب ايه ولا سيه بقى؟ طيب الاختار سيه هل حضراتكم في المؤسسة عندكم الأطباء والأيادات اللي فيها أجهزة الكمبيوتر في عليها statistical وغرافك و report generating software ولا هو بس يشغال على ال networked و linked مع ال database software اللي هو الأساسي اللي موجود في غرفة التحكم ومرتبط بيه كجزء بيتلقى هو على الجهاز وبياخد بس آآ آآ ال data اللي تخصه ان هو يدخل يجم يكتب والساينز والسيمتومز والدياجنوزيس الخاص بالباشنت ويعمل print للإنجويز او للفاتورة لو فيما يخصه انما هل كل كاسم وكل عيادة بيقعد يحلل البيانات ويعمل statistical and graphic display هل ده منطيكي او مطبك عند حضراتكم؟ اكيد لا صح؟ هتبقى ايه؟ اللي هو personal computer with network link يعني مرتبط بالnetwork and your own database software وعندك الsoftware الخاص بيك انت اللي يخصك انت ككلينيك تمام؟ اوكي واضح يا جماعة؟ طيب number 32 according to epidemiological theory the rate of new cases new cases of transfusion reaction since the previous year there would be termed a rate of new cases دوت بسمي ايه؟ numerator ولا denominator ولا prevalence rate ولا incidence rate incidence ايوة برافو incidence rate incidence rate هو new cases والpreference rate هو all cases 33 when comparing average اول ما اشوف average ده هي على طول يبقى يجي في بالي ايه؟ average على طول يعني ايه؟ average يعني مين؟ يعني ده ايه؟ continuous ده على طول كده اول ما اشوف average يبقى انا اربط في دماغي كده when comparing بقى when comparing average immunization data from two pediatric medical groups it's appropriate to use ايه بقى average standard division ولا T-test ولا i-square test ولا variance وانا بعمل comparison للأفرج هنا اللي هو المين يبقى data continuous هختار ايه test لcomparing continuous data bravo عليكم الت test تمام طب 34 the use of regression analysis to help determine relationship احنا عارفين ان regression analysis عشان احدد relationships between groups of numbers is most closely associated with which graphic display technique انهي الجراب اللي استخدمه في regression analysis وحدد عليه relation frequency distribution ولا scatter line ولا histogram وال scatter diagram اللي هو بعرض عليه relationship line قلنا في comparison histogram برضو في العرض continuous data histogram للfrequency distribution وال continuous data time 35 the ability of a data measurement tool to produce the same result over a period of time ability of data to give the same result the same result يعني معناها كل مرة اعمل repetition هتديني the same result يعني معناها in reproducible way قلنا الر الر يبقى دا تعريف ايه sensitivity specificity validity reliability reliability بالزبط reliability reliability مش validity قلنا الر reliability هيا give the same result in reproducible way يبقى reliability تمام الر type 36 you are the quality professional for a large provider organization you have two sets of monthly utilization data تركزوا تركزوا معايا في السؤال دا بيقولك ان انت you have two sets of monthly utilization data total cost والtotal reimbursement from payers for the last two years عندك هنا نوعين من data والdata دي تعرضها لك over type عرض لك data over the last two years يبقى انا عندي دا ال-x هو ال-y ال-x عرض عليه data over two years يعني مثلا من january السنة دي لحد december السنة اللي بعدها ال-data اللي عرضها هنا نوعها ايه من january december over time عرض ال-data الخاصة بال-total cost وال-total reimbursement وفيه هنا عندي ايه ايه بريكنج في reimbursement شوية بعدين هنعرف يبقى انا عارض كده عارض ال-cost وعارض ال-re-imbursement وعارض over two years بيقول لك two best displays the data for the full two years which of the type of graphic display should you use عارض لل-data بقى لل-full two years هنستخدم ايه ال-buy chart شارت ولا ال-bury chart ولا run chart ولا barrito chart اه انا عارض ال-data overtime للسنتين كلهم مع بعض عشان اشوف انهي شهر اللي حصل في break down في re-imbursement عشان اعرضها كده بصورة واضحة كده overtime عارفنا ازاي ان ال-data continuous لانه هو قالك ان انت عارضها for the last two years هتعرضها للسنتين دول هتعرضها خلال السنتين دول داليا الفيديو داليا هتقع بيقولك هنا ان انت عارضها خلال السنتين دول من january ل december اللي هو وكتب لك كمان two sets of monthly utilization data monthly utilization كلمة monthly utilization يعني معناها ان انت هتعرضها overtime لمدة السنتين دول يبقى ال data هنا هتعرضها على buy ولا bar ولا run ولا bar run run bravo عليكم هنا هتعرضها على run chart طيب لو جه بقى هنا قالك if the re-imbursement data is broken out by payer for the last year which statistical calculation and the chart would probably be more informative بيقولك بقى لو حصل عندك broken مثلا في سنة معينة في re-imbursement انهي الطول بقى اللي تستخدمها عشان تعرف الbroken في re-imbursement دا هنا انا كنت عارض overtime من january لديسمبر عارض data في التكاليف الشهرية كام ومدفوعات الشهرية كام فقلنا data continuous هنا بقى انا عايز اعرض ايه هو عايز يقولك الفرق ما بين re-imbursement والcost عشان تعرف هل حصل عندك broken ولا لا يبقى هتعرض هنا re-imbursement والcost صح الخط الـ x دا هعرض عليه re-imbursement والcost عشان اعمل comparison ما بينهم واشوف حصل عندي broken في ال re-imbursement ولا هو بيقولك ان حصل broken اصلا ان حصل broken او type for the last year يعني استنى لفين حصل عندك broken فre-imbursement قل عن الكوز فعايز تعرف النسبة اللي قلها دي قد ايه او الفرق ما بين re-imbursement والcost قد عشان تطالبهم بالفرق فهتعرض هنا بقى على ايه على buy chart ولا borrow chart ولا run chart ولا bar chart طب ليه اخترتو بريدو هل هو هنا انت بتعرض مشاكل فهتختار بريدو عشان تعمل لها prioritization هل انت هنا هتعمل prioritization لحاجة عشان تختار لها بريدو هو احنا اتفقنا ان ان داتا ايوة لو non continuous يبقى buy او bar او بريدو بس هنا هل في حاجة هتعمل لها هنا هل في حاجة هنا هتعمل لها prioritization لا يبقى هنختار ايه ال bar chart عشان اشوف ال reimbursed والcost والفرق ما بين الاثنين عشان تكون informative this is the most informative display عشان تقول لي انت عندك ال reimbursed مثلا المدفوعات سبعين الف ولكن التكاليف اللي عندك مئة الف يبقى انت عرفت الفرق ما بين ال reimbursed والcost فهنا ال bar chart وهو هيبقى انسب وسيلة عشان اعمل comparison هنا ما بين two types of descriptive data هنا بقى ان انا بقرن ما بين reimbursed والcost لا انا مش فهم سؤالك يا سارة عمتا انا مش فهم سؤالك لكن على حسب نوع ال data بتختار بقى run ولا control اوكي لما تلاقي عندك هعرض ال data over time فدايما عرض ال data over time يبقى انا هعرضها على run او control لان ال data هتلاقي هتكون continuous بان هو بيقولك اصلا over time فال time ده continuous data اللي هي ال data اللي انت هتحطها على ال axis ال x axis لما يقولك overtime يبقى اذا ال x axis اللي انت هتعرض عليه ال data ده و time فال time ده continuous data هنا بقى مش over time وهتعرض ال comparison ما بين ال reimbursement وال cost يبقى هنا هتعرض data non تمام يا جماعة السؤال ده كده واضح مفهوم مفهوم للناس كلهم طيب 37 which is the best graphic display to show proportion proportion اهو proportion اهو اتبناختر له ايه proportion buy bar run بريتو اه proportion على طول ال boy تمام طيب which display is best to help ambulatory clinic team decide which of 10 reasons for patient dissatisfaction to address this year decide which يعني معناه انه عايز يعمل ايه prioritization يبقى prioritization نختار ايه buy bar run بريتو ايو prioritization يبقى البریتو chart تمام طب 39 the primary care clinic tracks callers telephone waiting time as a recurring performance measure twice a year in the last two months wait time have been increasing on the latest running chart eight consecutive data points all in ascending order with 21 total data points represent a two months a can be to date the waiting time okay تمام وقال لك انه هو حصل 8 consecutive data points all in ascending order ده معناها ايه ان انا هرسم ايه هنا بقى لما يقول لي 8 points والpoints دي متتابعة ورا بعدها وكلها في ascending order 1 2 3 4 5 6 7 8 دول 8 اهو 8 points هم يبقى معناها ان انا هرسم ايه common cause ازاي يا صحر common cause اما يقول لي 8 points وكلها في ascending order ده كده common cause الشكل ده بيمثل ايه الشكل ده بيمثل ايه trend الشكل ده بيمثل trend والtrend ده مش common cause ده special cause لان احنا قلنا trend في حالة control chart more than 6 والrun chart more than 5 فهو هنا اصلا 8 points يعني more than 5 more than 6 يبقى هنا عندي ده trend واضح جدا ان هو special cause صح ولا ايه وقالك ان هي ascending order يعني ازا الwaiting time بيزيد اول يوم كان الwaiting time مثلا 30 بعد كده بقى 35 بقى 40 45 وهكزا هنا الwaiting time هو للpatient وهنا الdays مثلا لو قلت هنا Saturday Sunday Monday وهكزا خلال last two months وانا عارض الdayta الخاصة بالwaiting time فده كده هتمثل ايه common cause variation ولا special cause variation ولا cyclic variation ولا astronomical value طبعا هي بتمثل trend الترند ده يعتبر ايه برافو عليكو special cause variation تمام اوكي جماعة واضح واضح السؤال number 14 as quality management director at sunshine community medical center ايوة طبعا ايوة يعني صاحب بتسألنا بتسألنا هل اي trend او shift بعتبره special cause ما هي الحالات دي اصلا اللي انا شرحتها وطولكم دي حالات ال special cause اللي بنعرفها على run وال control chart ال shift وال trend وال astronomical value والتو مني والتو فوز والسايكل كل دي تسمى حالات ال special cause تمام as quality management director at sunshine community medical center you are conducting comparative analysis of the surgical wound infection rate data between two surgical units بتعمل comparison ما بين two surgical units the b-value of the q-square test you run will help you draw what conclusion about the relationship between the two sets of data طيب هي ال b-value دي هتساعدك في اتحدد ال relationship ما بين ال two sets اه انهي بقى ratio of the two rate ولا standard deviation of the difference from the mean ولا proportion of the relationship ولا significance of the relationship ال b-value بتساعدني في تحديد ايه اول ما نشوف b-value افتكر ايه اه ال significance ال significance وقلنا لو ال b-value equal or or less than zero point five اه ده معناها انه في significance او statistical significance يعني في significance يعني في difference ما بين the two groups ولو ال b-value ولو ال b-value اكبر من zero point five ده معناها انه no significance ما فيش اختلاف ما بين اللي اتني تمام يبقى هنا significance of relationship بي value على طول significant طيب 41 and outcome measurement what is the most important requirements you must specify ability to integrate separate existing database stand alone bags to assure confidentiality and security completely automated patient record to get all the data ad hoc reporting at all levels in each organization ايوا طبعا الintegration على طول اول ما شوف software با integration okay 42 the barrito rule is which of the following 80% of quality management activities are wasted 80% of problems have 20% of the impact 20% of the problems have 80% of the impact 20% of cost is 80% of the benefits the barrito can be all a ayوا bravo عليكم 20% من المشاكل لها 80% impact على organization اللي هي C بشرة مش B C am 43 in the community health clinic at least four complain have been received per month يعني بيجيني four complaints في الشهر for the past four months الاربع شهور اللي فاتوا compared to an average of one per month for the six prior months رغم انه هو ست شهور اللي قبلوهم كان عندي one complaint per month يبقى كده ال complaint اللي عندي بتزيد ال complaint بتزيد اوكي the average number of patients per month is two thousand وعدد المرضى اللي بيجول في الشهر two thousand the trigger is greater than zero point two percent what is the appropriate response ايه الريس بقى اللي انت المفروض تأخذه انت عندك عدد ال complaint بدل ما كان واحد في الشهر زاد الاربع في الشهر كده في مشكلة ولا ما فيش مشكلة في مشكلة صح طيب select more useful indicator ولا perform intensive analysis now اعمل لو cause analysis وعرف ايه سبب المنز اللي زادت ولا trend for at least three more months ومعنى كلمة trend for at least three more months دي يعني معناها انه بيقول continue to monitor continue to monitor معناها انه بيقول continue to monitor وخلينا كده ناخد ها قعدة ان continue to monitor دي مش هاختارها ابدا الا في حالة ان الوضع عندي stable ومفيش complaints بتزيد ومفيش عندي مشكلة يبقى continue to monitor دي اختارها بس في حالة ان no problem لو مفيش عندي اي مشكلة هاختار continue to monitor تيجي لك بقى بصيغة continue to monitor او still monitoring او more monitoring او trend for at least three more months دي كلها معناها continue to monitor ان اكافئهم اكافئهم وبيزيد عندي عدد ال complaint يبقى انا كده by exclusion استباعت COD طب نختار بقى ايه ولا بيه التريقر دي كتبها لك كده عشان تلغبطك بس يا دكتور نهال مالهاش اي اتبار معايا في السؤال انا عندي هنا ال complaint بتزيد يبقى المفروض اعمل ايه intensive analysis برافو عليكم perform intensive analysis تمام طيب 44 sometimes when developing indicators to measure performance specific criteria must be written to fully define the measure this type of criteria facilitate which step يعني بيقول انت علشان تيجي تجمع اي data فبتحط specific criteria الكريتيريا اللي انت بتحطها دي هتساعدك على ايه على في intensive analysis ولا initial analysis ولا data aggregation ولا data collection برافو انا عشان اصلا اروح اجمع اي data لازم اعمل لها good identification first ان انا احط specific criteria واعرف الكريتيريا دي بانا كده انا عملت good identification for data to be collected okay 45 brainstorming is best used to ايه الbrainstorming ده استخدم عشان ايه identify or refine cause and effect relationship عشان احط الكوز والeffect ولا perform intensive analysis or peer review ولا subdivide or organize large number of ideas ولا identify analyze or plan solutions to problems احنا قلنا انه في brainstorming انا بركز على recording او generating generating او recording ideas انا بجمع افكار بس ده تركيزي في brainstorm الاجابة اللي اهتبع هنا معاناها ايه plan solutions or problems هي ده best answer او هي ده فعلا القش طب قولولي اما الايه التول اللي بستخدمها عشان refine the cause and effect relationships اسمها ايه هنا اسمها ايه تبستانيين لما اكتبها طب قولولي حاجة غير الفيش بو الاشي كاو تمام ايه الاشي كاو طيب intensive analysis هتعمل ايه analysis هنعمل ايه root cause analysis طيب subdivide or organize ممكن برضو 5Y intensive analysis حلوة برضو كطور 5Y طيب subdivide or organize large number of ideas ده مين هرتب بقى اعمل ranking لا هو هنا مش لا مش multi voting يا شاماء هو مش بيقول لك اعملي prioritization بقى لل large number of ideas لا هو بيقول لك هنا subdivide or organize يعني قسم ورتب large number of ideas هقسم ورتب ها فين برافو في affinity في affinity diagram اللي استخدمه او اللوت اللي استخدمه بعد ما اعمل الbrain storming عشان نرتب الideas العنج تمام يبقى الbrain storming mainly for recording ideas او planning solutions ايوه الbrain storming بستخدمه لما باجي عمل فيم يا حلو جد تمام 46 an affinity diagram is best used when امتى بقى استخدم l-affinity diagram information is clearly connected to one issue يعني كل المعلومات اللي عندي متعلقة بحاجة واحدة اكيد انا مش هحفق هنا l-affinity diagram there is inadequate information المعلومات مش كافية ولا the volume of information is very large ولا brainstorming not an option ايوه برافو برافو سي لما يكون بعد ما عمل brainstorming ويكون عندي large volume of information تمام باسئلة سهلة of the following which quality improvement tool بست demonstrate cause and effect ايه بقى اللي بسميها cause and effect fishbone flowchart barrito affinity طبعا هو fishbone 48 it's generally understood that the patient owns the information in his or medical record طبعا patient هو هو صاحب المعلومات the physical record is the property of the aim من بقى المسؤول اني حافظ لي على physical record ده patient ولا physician ولا health care organization ولا service party payers شركة التأمين طبعا انا health care organization مسؤول ان انا احافظ على معلومات patient اللي عندي في medical record 49 9 mining whether the data special or common cause طيب what is the best display option to use افضل بقى display tool استخدم عشان اعرض عليها هي run barrito scatter control طبعا الrun والcontrol اللي اتنين بعرض عليهم common والspecial cause بس ما يقولي مع بعض انا افضل من الاشمل الcontrol لان الcontrol كمان في lower control limit والlower control limit تمام طب number 50 ما شاء الله عليكم انتم شطرين number 50 the number of designated women receiving breast cancer screening in the reporting year measure اي اي نمبر ده قلنا علي بيكون اي اي نمبر اي نمبر قلنا علي اي 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 السؤال هو جايب لك outcome موجودة في b وفي c وفي d كمان يبقى اذا اي 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 احنا قلنا اي وا جرحناه في chapter one انه process outcome لانه هو process of بيكلم على process of screening اللي هي عملية screening ديت هي investigation فبيقولك عدد الوامن اللي دخلوا screening دولة قد اي فالscreening ديت بتعتبر process والnumber ده بيعتبر outcome يبقى داك process outcome اللي هي فسي مش clinical outcome لانه احنا اتفعنا انه clinical outcome يعني outcome طبي عاد على الpatient بعد specific medical procedure يعني دخل عمليات اتعمله اي clinical procedure اخذ دواء اخذ تريت منت اخذ اي حاجة فده بسمي clinical outcome انما هنا screening بالمامو ده كده بيعتبر process مش clinical procedure يبقى دا كده process outcome تمام هو احنا متفقين انه outcome بس outcome لايه clinical procedure ولا لبروسس عادية outcome لبروسس عادية اللي هي screening process يبقى بسمي process outcome تمام يا جماعة واضح number 51 confidentiality of information is best accomplished by عشان اتأكد من سرية المعلومات اللي عندي سواء معلومات الHR ولا معلومات الpatient ولا اي معلومات يبقى خلي المعلومات دي تكون limiting access مش اي حد يقش على اي معلومات يعني اللي بيدخل المسؤول الHR هو بس اللي الHR بيقش من عليه من عليه الداة الخاصة بالHR والاطباء كل واحد لي limited access على حسب الداة لا يخش عليه اخذ موافقة قبل مطلع المعلومات مثلا موافقة من الpatient ولا having all stuff sign confidentiality agreement ولا نخلي كل الاصطف موقعين على سرية المعلومات ولا removing all patient and practical identifiers from documents اشيل اي تعريفات خاصة بالاطباء والمرضى ان تكون الملفات عندي كده من غير اي هوية اه ايه رأيكم انا عارفة ان انتو هتختلفوا ما بين A و C بس قولولي كده الاضمن ايه ايه الحاجة اللي systematic اضمن ان هو كده كده كل الموظفين اللي عندها هيوقع لكم confidentiality agreement ان بيقروا ان كل المعلومات اللي في الorganization سرية بس هل دي تمنعهم ان هم يخشوا حتى يكونوا عندهم فضول ويعرفوا معلومات الطبيب الفلاني بيقبط كام وبيقض كام ولا ايه اللي خدها ولا الصلاحيات ولا الاجهزات ولا اي حاجة هل ان confidentiality agreement دي هتمنعهم من كده ولا ان يكون فيه عندي ايوة restriction limited access الافضل ايه ان يكون فيه عندي limiting access مش اي حد يخش على اي منفات يبقى عندي limiting access كون عندي limiting access تمام اوكي اه الهيبة دي بقى خاصة الهيبة دي خاصة بالconfidentiality خاصة بالmedical record اللي هو الملف الطبي وبتقولك الorganization الهيبة دي انه المعلومات الخاصة بالطبيب بالمريض اسفة سرية دي هيبة بتركز عليه اما هنا هوا اتكلمك عن information ككل سواء information بقى دي بتخص patient او تخص الاطباء او العاملين اللي عندك بيبقى عندك limiting access تمام 52 زبرت لما احنا بعد ما بنعمل بيبقى ايه الحاجة اللي هي missing او ان احنا بننساها بعد كده ان احنا نقول الconclusions ولا نقول recommendations ولا actions اللي هتتتاخد ولا follow up ايه اللي ممكن الحاجة اللي تتنسى بعد ما عملنا الbeer review عملنا الbeer review قلنا recommendation بتاعتنا او الconclusion والaction اللي محتاجين تتاخد ايه ممكن ننساها دايما حتى في improvement project ايه الحاجة اللي بننساها اه follow up follow up دايما بيتنسى والfollow up دا لو اتنسى احنا هنرجع تاني النقطة الصفر يبقى follow up والevaluation of effectiveness تمام طيب number 53 انا بس امسح ديها عشو ما اطلع برقوش the most important time to collect and use data is ايه الوقت المهم ان انا اجمع data واستخدمها before quality improvement project begins to prove a problem exists ولا during quality improvement project to answer questions about calls ولا during quality improvement project to help prioritize implementation of improvement ولا after implementation of the improvement to maintain the again افضل اجابة هنا ايه the most important time انا معاكم ممكن اكتر من اجابة تكون صح بس هو محددني the most important time افضل وقت اجمع فيه معلومات عن project اللي انا هشتغل فيه بجمع عنه معلومات امتا بقيت الناس بالزبط before عليكم هي فعلا ايه اللي هو before before قبل ما اعمل improvement project علشان اشوف ايه المشكلة واتعرف على المشكلة واسبابها to prove problem exist تمام ايه يا دكتور شادي ايه 54 inpatient lens of stay is the number وبرضو ناخد منه معلومة ان تعريف lens of stay او مدة الاقامة هي ايه is the number of days including day of admission وطرحين منهم اليوم اللي خرق فيه ده lens of stay تمام طيب what data ايوه وهي continue what data elements are essential in order to calculate the average lens of stay عايزة احسب المين بقل الاverage lens of stay for simple pneumonia patient for first quarter this year هتحسب هزاي انت ايه داتا اللي محتاج عشان تحسب المين ده او المتوسط اعم محتاج ان انت هتجمع عدد المجموع على مدة الاقامة صح يبقى انت محتاج هنا the number of the patient days ولا each pneumonia patient lens of stay ولا number of pneumonia patients and the number of the charges ولا total lens of stay for pneumonia patients لا يا جماعة هيتبقى مجموعهم على ال average lens of stay بيبقى lens of stay على total number of discharges تمام بس هي هنا الاجابة مش كده هي الاجابة هنا ايه ان هو هو عايز ان انت تحسب بالأفريج تمام والأفريج lens of stay ده عشان انت هتحسبه انت هتجم محتاج ان يبقى عندك date of discharges والdate of admission دول هتترحم من بعض عشان تحسب lens of stay بعد كده average lens of stay بتجيب lens of stay ولكل pneumonia patient تجمعهم كلهم وتقسمهم على total number of discharges تمام يبقى احزن احنا هنا محتاجين ايه محتاجين نعرف lens of stay lens of stay اللي هو بقى في B ولا في D ال H pneumonia patient lens of stay ولا total lens of stay اللي اختار C C كتب لك ايه مش جايب لك اصلاً صيرة lens of stay في C كتب لك number of pneumonia patients and the number of discharges عدد pneumonia patients وعدد discharges لكن ما جاب لكش مدة اقامة pneumonia patient وانت عايز تحسب average lens of stay بقى محتاج lens of stay للمونيا patient يبقى بيه بقى ولا دي lens of stay لكل المونيا patient لكل واحد على حدن ولا مجموعهم كلهم على بعض ايه صراحة اللي اتنين صح لانه انا لما هجمع ال H pneumonia patient lens of stay هرجع هرجع اجمعهم كلهم مع بعض عشان اسمهم على total number of set charge يبقى دولات دي كاجابة فردي وفي الاخر هجمعها واجيب total lens of stay وطبعا ده مش سؤال امتحان يعني ده سؤال جانت مش سؤال امتحان بس الفكرة اللي ناخدها من السؤال ده هي حتى جانت مجاوبة بيه ان هتلي H pneumonia patient lens of stay وفي الاخر جمعهم وفي الاخر جمعهم ايوه ماشي تمام انا محتاج number of اه لا انا هو هنا بتكلم على ان هو عايز حاجة حاجة معين هو عايز average lens of stay يبقى انت هتجيب lens of stay بتاعت H pneumonia patient lens of stay لكل مريض مدة اقامته قد ايه مش هتحتاج انت هنا عدد المرضى او هتجيبها في الاخر اه total number of charges او عدد المرضى اللي خرجوا لكن في الاول انت عايز مدة اقامة كل مريض فدي اللي انت محتاجها هي بيه دي صح لكن هي جانت مختارة بيه كده يعني هي اختارتها بيه وقعت لك ان Lens of stay lens of stay بعد كده اروح جمعهم وعمل لي total lens of stay for pneumonia عامة ده مش سؤال انت حان احنا بس ناخد منه الفكرة ان نعرف ان Lens of stay بتتحسب ازاي ان انا بطرح ايوة تمام اوكي ماشي بس انت هنا اللي هي فيها number of charges دي مفيش فيها lens of stay خالص يعني انت عايز تختار C C ما فيهاش خالص lens of stay وانت عايز في الاساس lens of stay فلذلك الاجابة بيه اوكي فكرة السؤال بس ان انتو تفهموا منه ان ان انتو ازاي ان نحسب lens of stay او lens of stay ان انا بتجيب الاول lens of stay دي بتتحسب اللي هي عدد الايام اللي قضاها المريض بشامل اليوم اللي دخل فيه ونترح منهم اليوم اللي هو خرج فيه تمام دي اول اول نقطة دي اول نقطة تاني نقطة لنعرف ان lens of stay بجيب مجموع lens of stay لكل المرضى على عدد المرضى اللي هم خرجوا بقى اللي هو حصل لهم ست شعرش مش مهم المرضى مش سؤال امتحان يعني هو سؤال معقد مش سؤال امتحان بس بناخد منه الفكرة ازاي اعرف lens of stay اعملي له skip خالص يا راش السؤال اللي ما اجبكيش اعملي له skip ايوه احنا ناخد بس الفكرة اللي فيه تمام number 55 performance measure performance measure خلاص اللي مش واضح مع السؤال يعمله skip خالص يا جماعة هو مش سؤال مهم نفهم بس فكرته ان lens of stay بحسبها ازاي ان انا بجيب عدد الايام اللي اضاها المريض وشام اليوم اللي دخل فيه واطرح منهم اليوم اللي خرج منه performance measure that record is the number of will a child visit within the first 15 months of life in the reporting year is a measure of a ده ايه بقى process ولا structure ولا outcome يقولك performance measure that record بعمل recording recording يعني هنا doing action recording يعني doing action الميجر that make that record يبقى انا بعمل recording يبقى هنا ديت بتعتبر doing action يعني ايه بس تخلي بالك هنا ايه اللي اغبطت اول ما تشوف number تقول ده outcome لا بيقولك ايه performance measure that record record يعني بعمل recording يبقى ازا process يعني انما لو ما كانش كان كاتب هنا record وبيقولك the number of will a child visit يبقى ازا بتكلم هنا على outcome لو number بس يبقى بتكلم على outcome اما that record دي بقى process لانه انا بتكلم على doing action تمام اوكي جماعة طيب السؤال اللي بعده 56 providing the patient or representatives يا حد داخل باسم ايفون والفيديو عندك بيفتح كل شوية اللي لسه لسه دخل حالا باسم ايفون الفيديو عندك بيفتح كتير number 56 providing the patient or representative with enough information to permit a knowledgeable decision regarding submission to an upcoming surgical procedure is the responsibility of the is the responsibility of يعني السؤال هنا مش كامل بس بيقولك هنا ان الprocess لنا وصفتها دي الprocess describe the process described the above is called اي ان انا ادي للمريد اللي عندي او الممثل عنه مثلا الفاميلي هتدي له enough information او معلومات كافية عشان يبقى عنده knowledge وعارف ايه ال disease وايه ال procedure اللي هو ال patient ده هيدخل عليها عشان يعملها عشان يقدر يقدر نيقض القرار السليم ويوافق على surgical procedure هنا انا بتكلم على ال process describe ال consent for treatment ولا informed consent ولا release of information ولا preauthorization بتكلم هنا عن ايه informed consent bravo informed consent اللي بيبقى قبل ايه اي invasive procedure او اي تدخلات جراحية بنيجي كده ندي لل patient المعلومات عن ال procedure اللي هتتم وايه البداير وفي حالة ان ما عملش ال procedure دي ايه ايه اتبعها وهكذا علشان يوقع على وبرضو يبقى عارف the side effect اللي ممكن تحصل من ال procedure دي نمام ده informed consent top 57 when interpreting a running chart or controlled chart a cyclical pattern of data points indicate a cyclic pattern ده اللي هو عامل زي اسنان المنشور ده اللي هو بيبقى طالع نازل كده طالع نازل كده ده اللي هو بيبقى طبعا حالة من حالات ال special cause بتعبر عن ايه بقى there is normal common cause variation ولا something systematic affecting the process ولا there is a need to change the process ولا the process is in statistical control طبعا ده مش common cause يبقى مستبعدة ايه ودي برضو مستبعدة لانه ايه معناها ان ال process مش under statistical control ده هي out of control يبقى ده معناها ايه الاجابة بقى stability by exclusion كده اتعلموا ان انتو دايما تستبعدوا اجابتين وتحصروا الاجابة ما بين اتنين يبقى تختاروا بي ولا سي ايوة برافو عليكم ان معناها هنا في عندي systematic issue affecting the process قلنا لما بيبقى cycle pattern ده معناها في systematic issue اوكي طب 58 the performance indicator total unscheduled inpatient admissions following ambulatory procedure within 48 hours is a measure of a total number of unscheduled inpatient admission a total number يبقى ده يعتبر ايه total number يبقى ايه برافو عليكم او اتقام او اتقام okay طب 59 a report card or a report that help consumer evaluate the quality of care and surface of healthy plan or provider is required to receive accreditation ولا show comparative performance in specific areas ولا based on the organization unique performance measure ولا aggregates data showing how quickly patients return to health report card required to receive accreditation ولا شو comparative performance in specific areas يعني بيديني الكمبرزون ما بين الارياز بينها وبين بعضيها ولا based on organization performance measures ولا aggregate data أفضل أفضل إجابة هنا إيه لأ مش سي هي بي هي بي وأنا هو سؤال معقد شوية سيخت شوية معقد الريبرت card ده اللي هو بستخدمه في comparative performance أو أن أنا أقارن أدائي ما بين الأقسام بينها وبين بعضها أو أقارن أدائي الأداء الخاص بي و organization تانية comparative performance in specific areas شو comparative performance in specific areas يعني بيديني مقارن ما بين الأقسام وبين وبين بعضها مثلا لو أنا هعمل في وهو يديني comparison ما بين أداء الأقسام بين بعضهم أو هعمل comparison في أي حاجة يعني فهو بيعتبر comparative للperformance تمام هو السؤال سيغتو لف شوية يعني مش مش direct لا مش C لا هي B إنه هو report card وده في الأساس هو comparative هو comparative tool بس تخدم ها to compare my performance تمام number 60 the quality council has received has received the recommendation from quality improvement team to completely redesign the appointment process تمام عايز نعمل redesign the process of appointment with a telephone system with website to address the expectation of patient for timely easy access to the integrated delivery system clinical site which of the following should the quality council validate before approving the project قبل ما يدو لك approve على project اللي هتعمل في redesign l-appointment process هم هيحتاجوا ان يعملوا validation لإيه القواريتي council للaccuracy of data ولا ل-team analysis process ولا ل-team interpretation of analyzed data ولا ل-team charter لابد احضر حد اختار اي وحد اختار سي وحد اختار بي حد شايف اختار دي طيب هي الإجابة هنا C إن أهم حاجة أنا كالكواليتي كونسل أتأكد منها أهم حاجة ليتأكدوا إن الفريق عمل جود انتربريتيشن للداتا ولا لا تمام الأهم حاجة يتأكدوا من إيه إن الفريق ده عمل جود انتربريتيشن للداتا ولا ممكن هو عمل انتربريتيشن خاطئ وترجم الداتا خاطئة الداتا أيوة تكون بالضبط الداتا رحت للكواليتي كونسل وهي كمعروضة أو معمول لها ديسبلية على جرافز معينة أو على تشورتز فيتأكدوا هل هم عملوا جود انتربريتيشن للداتا دي وشافوا الاسبيشيال كوز والكومن كوز واللي حصل لابس عندهم أو إن هم ما عملوش جود انتربريتيشن للداتا للداتا فأفضل حاجة وأهم حاجة للكواليتي كونسل هم الانتربريتيشن لأنه هي الانتربريتيشن دي أهم حاجة اللي هي عشان تساعدك في إن انت تتخذ القرار السليم يبقى الانتربريتيشن أنا معاكم إنه ممكن أكتر من إجابة تنفع لكن أهم حاجة وأفضل إجابة هي هنا الانتربريتيشن للداتا إنما هم مش هيروحوا يدوروا وراك هل الداتا دي أكيرت ولا مش أكيرت فالد ولا مش فالد لا هم يشوفوا إنتم كquality improvement team إنتم عملتوا good interpretation للداتا اللي إنتم جمعينها ولا لا نشوفوا يبصوا على الinterpretation بتاعكم دي هي الإجابة الأصح تمام number 61 data collection is part of which performance improvement process بجمع داتا إنت في مرحلة design ولا monitoring ولا analysis ولا improvement هي هنا الإجابة A و B صح في مرحلة الـ design بروح أجمع data أصلا عن المشكلة اللي موجودة دي وأشوف أعمل data collection وفي مرحلة المونيتورينج برضو بروح أجمع data علشان أشوف أعمل evaluation أو تقييم هل المشاكل اللي عندي راحت ولا مراحتش أو يعني هل gold met ولا not met أنا حققتي هدفي ولا ما حققتوش فA و B صح لكن طبعا من أسئلة جانت اللي هي مختارة فيها B هي مختارة B لكن الاتنين صح طبعا مش سؤال امتحان يعني مش هيجيلك الاتنين مع بعض في الامتحان لأن معروف أن أنا بروح أجمع data في مرحلة design دي حاجة أساسية يبقى A و B صح ناخد منها فكرة أنه برضو مرحلة المونيتورينج واروح أجمع data علشان أتأكد أن البروجيكت اللي عندي فعلا يعني under control بعد ما أنا عملت له evaluation والجول زميت وكده وأن ما فيش أي مشاكل تانية جديدة ظهرت تمام؟ طب سكيستي تو إنت بتخطط لdata collection فبيقولك what to do يبقى الخطوة اللي قبل ما تروح تجمع الdata وتعمل data collection هي دايما الخطوة اللي قبل ما تعمل data collection هتكون إيه؟ هتكون identification identification للdata اللي أنا رايح أجمعه صح؟ فين بقى الإجابة بقى اللي هي تعني الidentification define urinary tract infection ولا define population ولا determine which antibiotics to include ولا determine which assembling method آه تمام define أعرف إيه هو urinary tract infection عشان أعمل good definition للdata تمام؟ طيب سكيستي سري comparison data is best displayed by تعالوا نشوف أنه اللي charts اللي هستخدمها في الcomparison قولوا كده معي واحد واحد الفلوت شارت ده بستخدمه في إيه؟ الفلوت شارت هعرض عليه اللي steps اللي كنا بنقول عليها إيه؟ relationship برافو يا نهاي الفلوت شارت relationship طيب cause and effect diagram زيو relationship طيب الscatter diagram باردو الscatter diagram relationship وكان الفرق ما بينه أن الscatter diagram relationship between two variables أما الcause and effect والفلوت شارت between more than two تمام؟ طيب يبقى كده إيه؟ غلط هو بيكلمني على الcomparison طيب بيه run it short run it short بستخدمه في إيه؟ الcomparison الrun والcontrol في الcomparison طيب والtable الtable أنا بأعرض عليها الداتة للaggregation والscatter قلنا relationship يبقى عندي برضو بيه استبعتها لأن فيها relationship type c الbyt short الbyt short بستخدمه في إيه؟ comparison الcontrol comparison الparito برضو comparison يبقى الثلاثة comparison هي الإجابة c طيب تعالوا دي الفلوت شارت قلنا relationship الcause and effect relationship والaffinity بجمع فيه الideas وعمل لها categorization يبقى هنا الانسر is c تمام؟ سكيستي فور relationships relationships are best displayed باي إيه؟ نشوف الrelationship ها؟ قولوا انت بق flow cause والscatter ولا run والتابل وشكتر ولا باي والبروتزيزيشان والبروتو ولا flow والكوجه والكوجه والشيخ شهر وعمل bravo relationship الflow chart والكوجه والكوجه والشيخ والسكتر yeah مم؟ 65 At the We Care Urgent Care Center Wait times for registration to physician contact Are calculated on the average day The data is dragged monthly using our own chart Which of the following would indicate A true statistical increase in treatment delay أنهي إلا تعبر على Increase يعني زيادة في التreatment delay التreatment delay يعني التأخير في التreatment يعني معناها أن الويتنج تايم هيزيد تعالوا نشوف لو أنا هتكلم مثلا هنا على الأيام الdays هنا ولو أنا عايزة الويتنج تايم هنا يكون فيه سيادة increase وفي نفس الوقت أن أنا باتكلم عن حاجة statistical يعني باتكلم على حاجة فيها فيها special cause variation صح؟ يبقى أنا عايزة statistical increase in treatment يبقى four consecutive ascending data points يعني four points كده وتكون لا كده مش four آه لا كده four لحد هنا كده يعني هنا استنوا ما أضبطها لكم four آه دي كده four points ولكن معنا four consecutive ascending data points هل الفور بوينت دي بتعبر عن trend الفور بوينت دي هتعبر عن trend ولا إنو البي value إقوال 0.05 ولا eight consecutive ascending data points ولا eight points وتكون طالع one two three four five six seven eight eight points وهنا four points ولا seven consecutive descending data points ولا إن يكونوا descending ويكونوا seven one two three four five six seven هنا دول seven points أنهي اللي هتبقى الإجابة الصحيحة بقى أول حاجة هو هنا بيقول لي statistical increase in treatment delay لا اللي بيسأل بقى على الفرق ما بين shift وال trend يرجع للشرح نوعين إحنا شرحناه كويين جداً في الفوكس ريفيو shift حاجة وال trend حاجة تانية اللي تنس بيشي الكوز فريش بس ده حاجة وده حاجة فما عليش يا مريم أرجع للشرح تمام؟ هنا يا جماعة بقى أنهي بقى true statistical increase in treatment delays أنهي واحدة في دول طيب حد اختار C وحد اختار D طبعاً إحنا هنشيل A و B خالص لأن 4D ما هيش statistical لأنها مش هتعبر عن trend تمام؟ طيب هنا بقى نختار أن الpoints يكون ascending يعني الwaiting time هنا بيزيد ولا descending معناها الwaiting time بيقيل الاختار D هنا أكلمني آه هو هنا بيقول لي increase in treatment delay increase in treatment delay يعني معناها آه بالضبط هنا increase in treatment delay يعني معناها الwaiting time بيزيد مش بيقل إنما لو كانت كنا اختارنا إنه التريتم increase في الدكريز لو كانت هنا decrease in delay يعني معناها الwaiting time بيقيل كنا اختارنا اللي هي دي اللي فيها 7 points ونزلة لتحت descending لأن 7 points و 8 points اللي اتنين بيعتبروا statistical أو اللي هو فيهم special cost variation الاتنين trend بس أختار ascending ولا descending هو بيقول لي حصل increase in treatment delay يعني معناها يعني الwaiting time بيزيد يبقى هنختار اللي هي C مش G اللي هي فيها 8 points وascending زيادة أيوة تمام واضحة يا جماعة أوكي واضحة واضحة السؤال ندخل على بعده طيب السؤال اللي بعده Sunshine Medical Center implemented a clinical pathway for cardiovascular disease with the goal to transition from acute care to the next level of care after 5 days acute length of stay يعني عنده هنا الجول انه يبقى after 5 days length of stay حصلوا transition from acute care to the next level تمام review the histogram below and use the information to answer questions هنا بيقول لك في الhistogram تعالوا كده نبص الhistogram الhistogram عندي هنا هو ده lower control limit والover control limit تمام ده هو والدات عندي اية normally distribution distribute طب عرفتي ازاي ان الداتا اللي عندي normally distributed مين اللي يقول لي ازاي عرفنا ان الداتا normally distributed no scheduling تمام وايه تاني متوزع حوالين المين طيب الحاجة التانية ان لما تلاقي المين والمود والميدين التلاتة على نفس الخط كده شايفين التلاتة همت على نفس الخط ده معناها ان الداتا normal distributed تمام التلاتة عندك على نفس الخط المود 5 والميدين 6 والمين 7 تمام بيقول لك هنا زي استو جرام زي استو جرام الـ المود هيا اللي اختار ايه وبيقول لي ميتين زي استو جرام هو كتب لك هنا الجول اهو الجول يبقى 5 days هنا جايب لك المين المتوسط المود هي اللي 5 اللي هو اكتر رقم اتكرر انما القيم كلها لما تيجي بتحسبها بتحسبها بالمتوسط المتوسط اللي هو المين 7 المتوسط المين 7 يبقى هنا ازاي ان تختار ان هما ميتينج لنسو فستي جول لا مش ميتينج زي جول بالزبط الاجابة ب ان اللينسو فستي is 2 days longer than the goal لان هنا المتوسط المين 7 days وانت عندك الجول 5 يبقى فعلا اللينسو فستي هنا اكتر من الجول ب يبقى ب مش د ب تمام طيب ليه ما اخترناش د يعني حد يقول لي هي ب فعلا صح بالاجابة صح عشان كده اخترناه طيب حد يقول لي انا ليه ما اخترش دي ان هو انت برضو هنا علشان تعرف انت ولا مش يعني الافضل ان انت تعرضها على معاك انه هو هنا انت عندك واللور وان انت معدتهمش اه ممكن برضو لكن هي مش دي مش دي الاجابة يعني مش دي الاجابة 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 انه انت عندك والمين عندك يبقى ازا انت اكتر من الجول بيمين يبقى بيه هي الاجابة الافضل the best answer تمام تمام يا جماعة اللي اختاروا دي طيب the histogram represent a standard of practice ولا standard division from the mean ولا cumulative frequency ولا frequency distribution bravo ال frequency distribution تمام okay طيب السؤال ده of the following possibilities what does the control chart tell you we'll see ال central line either mean or median depending on type of data طيب تعالوا كده اول ما يجيني كده graph لازم اللي اروح اعمله interpretation اول حاجة graph اللي عندي ده run chart ولا control chart bravo control chart عشان عندي هوة upper control limit و عندي lower control limit والlower control limit اهم الاتنين دول اهم تمام او عندي كمان المتوسطة هنا المفروض انه يبقى كاتب لك انه هي مين ديت كده هيبقى مين يبقى ده control chart تعالوا نبص كده على حالات ال special cause variation اللي فيها شوفوا كده معي تعالوا المين اهو نبص كده هنا تحت المين كده اولا انا في عندي نقطة هي تعدة lower control limit out layer اهي يبقى دي كده هي special cause تمام تعالوا بصولي هنا كده تحت في هنا من تحت هنا شفت ولا ما فيش اديوان لا استنوا لا المين اهو يا جماعة معلش المين اهو ده المين ده المين مش ده سلنا عشان ما تلقى تلقبطوش لان هما كاتبها في السؤال واضحة كاتبها واضحة في السؤال ان ده هو والسنترال لاين والسي الل هي تكاتبها هنا كاتب لك السي الل ها يبقى ده هو المين ده المين تعالوا نبص كده هنا تحت المين هنا في اي وان تو سري وان طلعنا فوق يبقى نوقف مش هينفع وان تو ما فيش طب طب هنا النقاط دي وان تو سري فور فايف سكس وواحد طلعت فوق دول هل سكس بوينت دولت في ينفع نقول عليهم shift لا ليه يا راشا ليه عشان المفروض ال shift في كم بوينت برافو عليكم يبقى سكس بوينت دول مش هيعتبرهم shift طيب يبقى انا عندي حالة واحدة هي اللي هي في نص 2007 حصل لنا special cause variation دي اللي هي عدت الاوت دي تعالوا شوف بقى الاجابات بيقول لي هل احنا شفنا سري سنتين ال event يعني اكيد حاجة special cause هل شفنا تلاتة special cause variation ولا هو واحد بس واحد صح يبقى number one غلط طيب special cause variation occurred with effective intervention in mid 2007 في نص 2007 حصل special cause variation وكان في بعدي effective intervention اهو انا عندي اهو في نص 2007 اهو اهو جون 2007 يعني في عندي فعلا special cause variation اهو وبعدي بدأت القيم الخاصة بالpatient فول تقلي يعني في positive intervention بعدي يبقى بيه صح طب نكمل فول are within control limit since 2007 يعني من نص 2006 اللي هو من هنا كده والpatient fall within control يعني ما حصلش خالص بعديها اي special cause variation هل دي صح دي عندي اهو حصل هنا في نص 2007 special cause variation يبقى هنا لأ مش وز in control طيب دي out of control since mid 2007 من نص 2007 وهي out of control اوه في نص 2007 فعلا كانت out of control بس بعدها بدأت ان هي تقل هيت وقلت خالص يبقى برضو دي غلط يبقى الاجابة الصحيحة هي بيه تمام تمام يا جماعة واضح طيب اوكي طب سكيستي اي focus groups provide patient or customer input or feedback what type of information do they over الفوكس جروب كانت تبع عنه نوع من data collection qualitative ولا quantitative focus group نحن نعمل interview مع الناس دي بتبقى ايه الانترو والfocus group والobservation ايوه qualitative data qualitative data بتديني معلومة لهم satisfied ولا dissatisfied ما بتدينيش اي نسب تمام يبقى qualitative واضح كده يا جماعة كده خلصنا وناشط اسئلة data analytics وتعتبر دي اخر محاضرة ليكم معايا في الشرح هنبدأ بقى ان شاء الله من المرة الجاية مراجعة في حد عنده اي استفسار او في اي حاجة مش واضحة في اسئلة data analytics ترجمة نانسي قنقر